بعد مرور خمسة أشهر على العدوان الذي شنه مجرم الحرب حفتر على العاصمة ترابلس حققت قوات الجيش الليبي والثوار انتصارات على الأرض وضعت بموجبها حداً لتمدد ميليشيا الانقلاب وجعلت حلمها في السيطرة على العاصمة ترابلس بعيد المنال إن لم يكن مستحيلة وبالموازاة مع التقدم العسكري الواضح لقوات الجيش الليبي والثوار وتمكنها من صد تمدد هذه الميليشيات وتسلطها على المناطق التي سيطرت عليها في وقت سابق يأتي المشهد السياسي بتعقيداته المتزايدة مرحلة تلو الأخرى تطورات سياسية طرأت على المشهد في ليبيا كان من آخرها إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي التي قال خلالها إن هجوم حفتر على العاصمة مطلع أبريل الماضي أوقف أي عملية سياسية تبشر بالخير وفق تعبيره مطالبا في الوقت ذاته بضرورة وضع حد لاستهداف مطار معتيق الدولي وملاحقة من يقوم بهذا العمل دون تسمية للطرف الذي يستهدفه ومن جانب آخر عقد رئيس حكومة الوفاق الوطني فيز السراج عدة لقاءات جمعته بنخب سياسية ومثقفين وفاعلين في المشهد الليبي إلى جانب لقاء رسمي عقده مع رئيس مجلس الدولة وعدد من أعضائه ولقاء آخر جمعه بأعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس لقاءات أكد خلالها السراج أن الحوار السياسي واللقاءات مع النخب والفاعلين والتأكيد على مبدأ الحل السياسي كلها لا تعني التخلي أو التراخي عن مبدأ الدفاع عن العاصمة وصد العدوان ودحره منوها إلى أن هذه اللقاءات تسير بالتوازي مع الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي على الأرض وفي ذات الصدد اعتبر مفتعام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني هذه اللقاءات ظاهرة صحية مطالبا بضرورة تمثيل تيار الثورة فيها بشكل أكبر فما السبيل لتمثيل تيار الثورة في هذه اللقاءات وغيرها وما مدى جدية الأطراف الداعمة لمشروع الدولة المدنية في السعي لإيجاد خارطة طريق واضحة ترسم معالم الدولة المنشودة